هيئة الارصاد النهاردة هيئة الارصاد الجوية قالت ان تقس من بكرة الاربعاء حتى الاربعاء يعني بكرة الاحد المقبل تشهد ارتفاعا طفيفا وتدريجا في درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من اتنين لتلات درجات ليسود تقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وايضا كمان شمال السعيد مال الدفع على جنوب سيناء وجنوب السعيد شديد البرودة ليلا على اغلب الانحاء ويتكون السقية على المزرعات وسط سيناء طبعا انتم عارفين طبعا حالة التقس اليومين دولت يا جماعة وحالة التقس اليومين دولت بصراحة ما تعرفش الساعة من الدفع تلاقي اليوم الساعة 11-12 تبقى ساعة تيجي الساعة 12-12 وربع دفع بعد 12 وربع تلاقي جو سقعة تاني امشير بقى كل سنة طايبين يعني فهو شهر يعني هو الشتاء غير طوبة وامشير بس اما حاج كل واحد يخلي باله وياخد حزره كويس جدا ويرتاد الملابس السقيلة مش معنى اللي احنا هنزيد درجتين او تزيد درجة الحرارة درجتين اللي احنا نخفف لا برضو زي ما احنا ومحافظين على نفسينا طبعا ونخلي بالنا كمان من نزلات البرد الشديدة اشتركوا في القناة